المثير بما يجري أن إيران موجودة بتهديداتها في منطقة الشرق الأوسط بشكل هائل وأيضا يبدو بأن التقارير الأمريكية مثل CNN والPolitico تتحدث بشكل واضح عن معلومات استخبارية أن إيران تخطط لإغتيال دونالد ترامب ما رأيك بهذه المسألة التحديدة رغم أن توماس كروكس لم يرتبط أساسا بأي شكل من الأشكال بأي طرف خارجي ما هذه المعلومات القادمة حول إيران ومحاولتها لإغتيال دونالد ترامب وألا ترى بأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انعكاسات خطيرة للغاية على إيران في حالة فوز ترامب أيضا في الانتخابات الأمريكية أنا أعتقد بأنه سيكون لها تداعيات خطيرة حتى إذا لم يفوز ترامب بالمنصب لدينا نزعات سياسية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين هذان الحزبان يجتمعان معا إذا كان هناك طرف خارجي يحاول إغتيال أحد الأطراف تحدثنا عن الولايات المتحدة والسعودية واجتماعه معا معا إذا كان هناك هجوم قبل الحسيين فتخيل الجمهوريين والديمقراطيين كيف سيجتمعون إذا كان هناك تهديد على حياة ترامب أو رئيس بايدن يمكن أن نتجادل بين بعضنا البعض ولكننا نجتمع على قلب واحد إذا كان هناك تهديد خارجي